أعتقد أن منتخب الإمارات لعب بشكل أفضل خاصة في الشوط الأول بالنسبة للسيطرة على الكرة كانت سيطرة المنتخب السوري تقريبا 70% ولكن المنتخب الإماراتي استفاد من خطأ في الارتداد الدفاعي في الشوط الأول وسجل هدف في الشوط الثاني استحوذنا على الكرة بشكل أفضل ولعب المنتخب الإماراتي على المرتدات وسجل هدف الثاني كان قاتلا أعتقد أن المنتخب سوريا لم يلعب بشكل سيء لكن في آخر 30 متر من الملعب كان بطيء وكان لا يمرر بشكل سريع المباراة القادمة ستكون صعبة أمام المنتخب الكوري يجب أن نعمل على رفع معنويات اللاعبين وثقتهم بأنفسهم مرة أخرى هذه هي كرة القدم كان وقت تحضير للتصفيات قصير جدا